السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت كلنا بنحبه هنعمل بسكوت دايجستف بس بطريقة صحية طعمه جميل جدا ومقرمش بتلات مكونات بس هنعمل البسكوت اللذيذ ده من غير دقيق من غير سكر وكمان من غير زبدة ولا حتى اي دهون صحي وجميل جدا ومغزل الاطفال وينفع كمان ياخدوه معاهم في اللانش بوكس مقرمش وهش وجميل اوي اوي بتلات مكونات بس هنعمل احلى واجمل بسكوت هش ومقرمش زي ما احنا شايفين كده طريقة تحضيره سهلة يلا بينا نشوف طريقة العمل زي ما قلت في اول الفيديو انا هعمل البسكوت ده من غير سكر التحليم معانا هتكون عبارة عن طمر انا معايا هنا عشرة من الطمر بالحجم ده كده هبدأ بقى دلوقتي اشيل النواة لو عايزين تحط بدل الطمر عسل ما فيش اي مشكلة هو الهدف منه ان احنا بنعمله بطريقة صحية ومغزية للاطفال وكمان طعمه لذيذ اوي ان شاء الله يعجبهم واحلى حاجة بقى ان هو هش ومقرمش اوي وهقول لكم كده اثناء الفيديو ازاي يطلع معاكو هش ومقرمش زي ما شفنا كده في اول الفيديو دلوقتي انا هبدأ اشيل النواة انا هستعمل في الوصفة عشرة من الطمر بس لو حابين ان انتوا تزودوا عن كده حاجة ترجعليكو لكن انا بالنسبة لي عشر حبات من الطمر هيكون كفاية اوي على الكمية اللي انا هعملها لو عايزين تبدلوا الطمر بالعسل ممكن تحطوا اربع معالق كبار من العسل او على حسب ما انتوا عايزين انتوا ممكن تدقوه في اي مرحلة هو ما فيش فيه بيض في الوصفة مش هتقرفوا منها لو دقتوها في اي مرحلة دلوقتي بعد ما حطيت عشر حبات من الطمر حطيت عليهم نصف كوب بالاكواب العيارية من الحليب استعملت حليب دافي لو عايزين الوصفة تكون نباتي ممكن انتوا تحطوا بدل الحليب مية يعني بالنسبة للحساسية الالبان يحطوا بدل الحليب مية مفيش اي مشكلة ويمشوا على الخطوات زي ما هي او كمان ممكن تحطوا حليب جوز الهند او اي حليب نباتي لكن انا استعملت في الوصفة نصف كوب بالاكواب العيارية من الحليب ويكون حليب دافي وبعد كده فرمتهم ناعم كده بالهند بلندر او ممكن تحطوا الطمر مع الحليب في الخلاط او الكبه بعد ما فرمتهم بالشكل ده كده هنحط عليهم بقى دلوقتي المادة الجفة المادة الكفة معانا عبارة عن ايه عن الشفان ده شفان حبة كاملة علشان نحصل على دقيق الشفان منجيب المطحنة او الكبه ونحط فيها الشفان حبة كاملة ونطحنهم كويس كده وبعد كده ناخد منهم بمعيار الكوب العياري اتنين كوب مليانين او بما يعادل متين جرام حطيت بقى دلوقتي اول كوب معانا من دقيق الشفان او مطحون الشفان وقلبتهم مع بعض بالشكل ده كده وهنضيف الكوب التاني بالتدريج لغاية لما تلم معنا كده العجينة زي ما هنشوف دلوقتي نحط الكوب التاني بالتدريج وتخلطه كده لغاية لما تكون معاكو العجينة متماسكة هنضيف بقى دلوقتي باقي كمية دقيق الشفان أو مطحون الشفان خلاص كده أنا حطيت الكمية كلها 2 كوب بالأكواب العيرية بما يعادل 200 جرام ومش هننسى طبعا نحط كمان الفانيليا حطيت دلوقتي تقريبا معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وده اختياري ممكن ما تحطهاش بس هي بتدي طعم حلو كده مع الطمر وهيكون الأفضل بقى ان احنا نعجن كده بأيدينا علشان المكونات تختلط كويس هي المكونات عبارة عن ايه معانا عبارة عن 10 طمرات نص كوب من الحليب كوبين من مطحون الشفان أو دقيق الشفان وهنخلطهم كويس بالشكل ده بيكون في الاول كده العجينة بتلزق شوية بس بعد شوية الشفان بيبدأ ان هو يمتص السويل ويدينا عجينة متماسكة بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز معانا سبت حوالي 5 دقايق كده على مفارات اللي هو النيلون الغذائي او ممكن تحطه ورق زبدة او ممكن كمان تحطه اكياس تلاجة المهم ان احنا بنفرد العجينة بين كسين تلاجة او نيلون غذائي او ورق زبدة علشان ما تلزقش في ايديكو علشان يبقى سهل ان انتو تطلعوا كده العجينة بعد ما تشكلوها اي خلاص كده انا حطتها بين طبقتين كده من نيلون الغذائي وهبدأ ان انا افردها بايدي بالشكل ده كده الاول وبعد كده هجيب النا الشابة وهبدأ ان انا افردها سر ارمشة البسكوت ده ان كل ما تكون السمك بتاع العجينة رفية كل ما تكون بقرمشة معاكو اكتر وخلاص كده انا بحاول افرد العجينة بالشكل ده كده بتكون بالسمك ده كويس قوي يعني ارتفاع هيكون حوالي كده اقل من نص صمتي ده علشان تكون مقرمشة معاكو كل ما زاد سمك العجينة مش هتبقى مقرمشة فلازم ان احنا نخلي السمك بتاعها رفية وجبت بقى دلوقتي القطاع دي وهشيل بقى الطبعة الاولى كده من الليل الغذائي وهبدأ بقى دلوقتي اقطع البسكوت ممكن تستعملوا اي قطاع عندكم هبدأ بقى دلوقتي اقطع كده البسكوت بالحجم ده كويس قوي انا عايزة ان انا اعمل كمية من العجينة علشان نقسم السعرات الحرارية تخيلوا الكمية ديها تدينا 37 بسكوتة بالحجم الصغير ده تخيلوا انها تكون البسكوتة الواحدة سعراتها 28 سعر حراري ونص يعني ممكن نقول 29 سعر حراري للبسكوتة الواحدة طبعا لو عملتوا نفس الكمية اللي انا هعملها انا هعمل من العجينة اللي احنا هنعملها دي 37 واحدة من البسكوت جبت بقى دلوقتي القطاع وبدأت اقطعه بالشكل ده كده والمنطقة اللي في النص دي حسيت ان انا رفعتها زيادة عن اللازم فسبتها هرجع تاني لما لم العجينة هفردها كويس دلوقتي بقى هنبدأ نشيل الاطراف بتاعت العجين كده ونطلع القطع بتاعت البسكوت بتطلع معانا متماسكة خلوا الارتفاع بتاعتها تقريبا كده نص صامتي بشيل بقى دلوقتي قطع البسكوت وبحطها كده على الصاج وطبعا بكون حط عليه ورقة زبدة هوريكوا دلوقتي القطع بتاعت البسكوت على الصاج شكلها ازاي معايا بس الاول كده بلم بقى الاجزاء بتاعت العجينة دي علشان نرجع نفردها تاني ونرجع نقطع البسكوت ونشكل لميت بقى دلوقتي الاجزاء بتاعت العجينة مع بعض بالشكل ده كده وده شكل البسكوت معايا اللي انا حطيته على الصاغ بيكون معانا بالشكل ده طبعا ما شاء الله الكمية بتاعت العجينة هتدينا كمية وفيرة من البسكوت هتدينا 37 قطعة دلوقتي بقى هفدأ ان انا افردها كده وارجعت تاني فردت العجينة وهقطعها بالشكل ده كده وارجعت تاني كمية العجينة اللي هتتبقى معايا هرجع تاني افردها لغاية لما خلص الكمية كلها شايفين ما شاء الله بتطلع معانا متمسكة وحلوة جدا وهنا خلاص انا خلصت بقى تشكيل العجينة كلها بتبقى جاهزة معانا بقى دلوقتي هوريكم بقى كمية العجينة كلها معانا في الصق قد ايه ما شاء الله ملت الصق كله دلوقتي بقى يلا بينا ان احنا نشكل البسكوت بسكوت الديجستف دايما بيكون فيه خروم من فوق بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي خلة وهنبدأ ان احنا نعمل فيه فتحات بسيطة كده بالخلة ولما فيش خلة هوريكم اسهل واسرع طريقة هاتي الشوكة اللي هي الشوكة الصغيرة وابدأ اوعملوا فتحات زي اللي هعملها دلوقتي ده يخلي معانا البسكوت هش ومقرمش قوي يعني لو ما فيش الخلة دي ممكن بشوكة صغيرة كده ونبدأ نعمل فتحات صغيرة عشوائية بالشكل ده كده وانا هعمل لكم واحدة من قريب كده عشان تشوفوا الشكل بتاعها بتكون معانا بالشكل ده هعمل بقى دلوقتي بقى الكمية بنفس الطريقة كده الاسرع بالشوكة بتخلص معاكم بسرعة وطبعا في الوقت ده انا شغلت الفرن عشان يكون سخن معانا قبل ما ندخل السوق بيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن بيقعد من 7 ل 10 دقايق يعني حوالي 10 دقايق كده قبل غاية لما يبدأ يتحمر من تحت بنقفل الفرن على طول ونشغل الشوايا عشان نحمصه من فوق مبياخدش وقت عبدا وبطلع معانا بالشكل ده شايفين ما شاء الله جميل جدا فيه كم واحدة كده انا كنت عامل السمك بتاعها رفاية علشان بنت الصغيرة بتحب تقعد تقارقض البسكوت كده بتحب يكون مقرمش قوي فكل ما كان سمكها رفاية كل ما تتحمر وتتحمص معاكم زياد وبيكون معانا بقى جميل جدا كده بنسيبه يبرط خالص خالص وبعد كده بنقدمه وهو طالع من الفرن بتحسون ان هو لسه تطاري شوية لكن بعد ما تسيبه يبرط خالص بيكون مقرمش معاكم وده شكله معانا بقى انا قدمته بطريقة بسيطة كده مع احلى كبايت شاي بالنعناع وانا بصوره اصلا كانوا بنادي وقفين ان هما مستنيين اخلص تصوير علشان يبدأوا ياكلوا البسكوت طعمه جميل جدا حبوه قوي وبعمل لهم دايما الوصفة دي شايفين ما شاء الله البسكوت مقرمش معانا زي ما هواش طاري ابدا اهم حاجة زي ما قلت ان احنا نخلي السمك بتعرفية شايفين اهو انا بكسره بايدي مقرمش جدا جدا طعمه بجد ان شاء الله هيعجبكوا اوي هقول لكم بقى دلوقتي السعرات الحرارية للبسكوت بتاعنا الكمية كلها سعرتها 1069 سعر حراري 1069 سعر الحراري عملنا 37 بسكوتة بالحجم ده ستكون البسكوتة الوحدة سعرتها 28 سعر حراري ونص يعنا ممكن نقول 29 سعر حراري البسكوتة الوحدة 29 سعر حراري وبالنسبة لكمية القرب ستكون 5 جرام قرب يعني البسكوت الوحدة 29 سعر حلالي تقريبا و 5 جرام كرب هشو جميل جدا ومقرمش وهيعجبكو اوي ومغزي كمان للاطفال وهيحبوه اوي اوي ممكن كمان ان هم ياخدوه معاهم في اللانش بوكس وتاكلوا منه زي ما انتوا عايزين على حسب السعرات اليومية بتاعتكم ولو عايزين وصفات تانية الانواع من البسكوت انا عملتها على القناة فدي بعض الصور لبعض الفيديوهات اللي انا عملتها على القناة انواع من البسكوت والكوكس ايه فيه منها المالح وفيه منها الحلوة على حسب ما انتوا عايزين هحط لكم الروابط بتاعت الفيديوهات دي كلها في صندوق الوصف بطرق سهلة ومكوناتها بسيطة اذا عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية